إلى العراق أحمد أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى العراق حيث نظمت فعاليات مهرجان المسرح العراقي بنسخته السادسة في الفترة بين السادس عشر والحادي والعشرين من مارس الجاري هذا العام تحت شعار لأن المسرح يضيء الحياة صحيح وقدمت الفرق المسرحية المشاركة عروضا على خشبات ثلاث مسارح وصل عاصمة بغداد وصفها الحاضرون بأنها من صفوة العروض المسرحية في البلاد موسم سادس لمهرجان المسرح العراقي صفوة عروضه قدمت على ثلاثة مسارح كبرى في العاصمة بغداد مسرح الرشيد هذا على خشباته تألق مسرح يو محافظة بابل بعرض مميز لمسرحية الراديو التي لخصت النظر اليسير من التناقضات التي يعيشها العراقيون فضيلة أن يمشي الفقير في الطرقات الموحدة بأن ليس هناك ما يسكد تبويه المعتدد كمخرج اخترته لأنني وجدت فيه ما ينبغي أن يقال اليوم عن الواقع العراقي بامتياز بل والواقع العربي بعض الشيء لم أقل الواقع العالمي الجمهور شغل جميع مقاعد المسرح بتفاعل كبير مع النسخة الجديدة للمهرجان بعرضها كافة تفاعل يقول النقاد إنه شوق جماهيري لعروض مسرحية عراقية كلما أزدادت القوانين التي تحد من حرية وحركة الإنسان العراقي كلما أزدادت الرد الثقافي الفني هذا المهرجان هو رد فني من المثقف العراقي على كل دعوات الظلام لتقييد حركة الإنسان والحد من حريته ولأن المسرح يجسد واقع الحياة تميزت العروض المختارة للمشاركة في المهرجان بحضور قوي للممثلين ومهاراتهم التي ورثوها أنقامات المسرح العراقي وأعلامه عروض النسخة السادسة من مهرجان المسرح العراقي تميزت بجدية موضوعاتها وحدية انتقاداتها عروض أرادت الفرق المشاركة من خلالها إيصال رسائل سياسية تلخص معاناة البلاد من تبيعة الحروب وما تركته من عنف ودمار وما خلفته من قهر وفقر شفيق عبدالجبار العربي بغداد معنا من بغداد مشاهدينا الدكتور علي السوداني مدير مسارح العراق دكتور علي أهلا بك معنا صباح الخير الخير صباح الخير دكتور لو سألتك كيف رأيت وكيف تنظر إلى هذه العودة بعد عشرين عام لغياب مهرجان المسارح العراقي بنظرة ليس مختص وليس دكتور علي مدير المسارح في العراق كيف ترى كيف تقيم هذه العودة والمهرجان صباح المحبة صباح الجمال صباح الحياة صباح الحب صباح المسرح عليكم وعلى جمهور التلفزيون العربي حقيقة لأن المسرح يضيء الحياة فبالتالي بعد ما 2003 وإلى الآن الحكومات المتعاقبة كانت كل همها هو أن تدعم الثقافة أن تدعم الفن أن تدعم صوت الإنسان صوت الذات لأنه صوت الإنسان وصوت الذات هو دائم ثائر ثائر على كل الظروف التي يعيشها فبالتالي كان الفن والثقافة مركونة لكن كانت أصواتنا دائما تكون عالية اليوم وبعد التغييرات في الخارطة السياسية نجد هناك بوادر بوادر في دعم هذه الثقافة في دعم هذا الفن في دعم المسرح بصورة خاصة لأن المسرح هو يساعد في بناء الإنسان وبالتالي الإنسان يساعد في بناء المجتمع صحيح دكتور علي هل كنت تقصد بأن الحكومات المتعاقبة دعمت أم لم تدعم لم تدعم الحكومات المتعاقبة لم تدعم الثقافة والمسرح بشكل حقيقي نعم بشكل حقيقي وبالتالي ظلت يعني ظلت تحدياتنا وظلت تكون دائما متذبذبة وخطواتنا قصيرة لكنه اليوم وبعد يعني مئتين يوم من حكومة جديدة كانت بوادرها دعم كبير إلى دائرة السينما والمسرح بشكل خصوص اليوم بعد توفير مليار وخمسمائة دينار عراقي هذا المليار ونصف لدعم الثقافة المسرحية ودعم المهرجانات وعن عودة هذا المهرجان وتتحدث عن المعاناة معاناة الناس خلال هذه الفترة وأن المسرح يعكس هذه المعاناة اليوم وعلى حسب علمنا أن اليوم هذا المهرجان كان هناك العديد من العروض التي نقلت في صلبها هذه المعاناة تطرقت إلى ما يحتاجه الناس إلى حياتهم وإلى يومياتهم وعلى سبيل المثال مسرحية ملف 12 التي تحدثت عن مسألة اللجوء الإنساني ما هي أبرز العروض عنوين هذه العروض ماذا تطمنت المواضيع هل لك أن تخبرنا أكثر عن هذه التفاصيل مهرجان المسرح العراق السادس بعد انقطاع 22 عام وهو برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد إشاع السودان المحترم وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدران المحترم بإدارة رئيس المهرجان الدكتور أحمد حسن موسى شاركت 18 مدينة عراقية بـ 12 عرض مسرحي مختلف هذه الـ 12 عرض مسرحي تنافست بشكل حقيقي وعبرت عن ما يعانيه مدنها من الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل كبير جدا تنافست هذه تحت طبعا اخترت هذه العروض لجنة تحكيم لجنة مشاهدة محترمة تشكلت من الدكتور عواطف نعيم الدكتور عزيز جبور مثال غازي دكتور عبد الرحمن طه المشهداني هناك أيضا الموازي للخط العروض المسرحية هناك مرتقى فكري تحدثنا عن المسرح والأزمة ماذا يعاني المسرح اليوم العراقي في بغداد والمدن العراقية فكان محورا فكريا يتحمل ثلاثة محاور مالذي خرجتم به مالذي يعانيه خطاب اللغة وأزمة التواصل حقيقة اليوم نحن نعاني بكفتين كفة الصناعة وكفة الانتاج هناك انتاج لكنه غياب الصناع وهناك صناع في غياب الانتاج على مختلف المدن العراقية أيضا غياب الخطاب الأكاديمي اليوم الخطاب الأكاديمي خطاب مهم الذي يوجه والذي يعني يصيغ معايير حقيقية للانتاجات والعروض المسرحية فضلا عن توقيع اصدارات ثلاثة كتب مسرحية الأول هو يوثق المهرجان المهرجان الذي انطلق في عام 91 و93 و95 و97 و99 والآن نحن في الالفين وثلاثة وعشرين أيضا أصدرنا ثلاثية مسرحية شكسبيرية بمشاكسة عراقية فضلا عن هناك لقاءات مسرحية هذه اللقاءات التي تقرب وجهات النظر بين المدن العراقية وقد كرمنا 34 شخصية مسرحية من المدن العراقية ومن بغداد هذه الشخصيات التي أعطت دكتور علي كيف تلقى الجمهور عودة هذا المهرجان وكيف كان الإقبال عليه الجمهور العراقي كيف تلقى عودة المهرجان صديقة صديقة الجمهور العراقي متعطش متعطش للحب متعطش للفن متعطش للجمال جمهور العراقي دائما يعني في كل الاحتفالات مو فقط في المسرح تشوفين يملأ القاعة وخاصة نحن اليوم أمام إعادة مهرجان مسرحي مهم جدا بل هو الحدث الأبرز بالإعراق قون مهرجان مسرحي رسمي حكومي على اعتبار نحن نمثل دائرة السينما والمسرح فبالتالي هو هذا المهرجان الحكومي بعدما عدنا في السنتين الماضية مهرجان بغداد الدولي للمسرح اليوم أضاءت خشبات المسرح الوطني والرشيد ورافدين والمنصور ومنتدى المسرح أضاءت بفنانين المدن العراقية يعني المدن العراقية دائما كانت هناك يعني فجوة فجوة كبيرة بينها وبين العاصمة في التالي نعم وأن يعود المسرح إلى سابق عهده وخاصة بمثل هذه الحمد لله والشكر البادرة الأولى شكرا نعم شكرا الدكتور علي السوداني مدير مسارح العراق كنت معنا من بغداد